ترأس سيادة المطران وليام الشوملي مطران اللاتين في الأردن القداس الإلهي في كنيسة قلب مريم الطاهر للاتين الفحيص وبمشاركة كاهن الرعية الأب عماد طوال والأب فرح حجزين والكاهن المساعد الأب صقر حجزين والأب ميجيل حيث تخلل القداس منح رتبة الشدياق للقارئين ميشيل حتر وعود زيدات بحضور جمع من أبناء الرعية ولفيف من المؤمنين هذا وتعد رتبة الشدياق من الرتب الصغرى في الكنيسة اللاتينية ومن خلالها يصبح الشخص قادرا على خدمة وتحضير الهيكل للاحتفال بالقداس الإلهي ويمكنه أيضا أن يناول في المناسبات إذا طلب منه ذلك نورسات الأردن تتمنى مزيدا من البركات للشدياق ميشيل حتر والشدياق عود زيدات في خدمتهما الجديدة في كنيسة المسيح